وعلشان متابعينا مهتمين بالمنح الموجودة في المملكة المتحدة او اللي احنا بنسميها بريطانيا في الفيديو اللي فات شرحت لك طريقة التهديم على منحة جامعة ساسك وفي الفيديو ده هشرح لك طريقة التهديم على منحة ممتازة جدا برضو في دولة بريطانيا مقدمة من جامعة ده موضوع الفيديو بتاع النهاردة قبل ما نروح لللابتوب بتاعنا ونعرف تفاصيل ومميزات وشرح طريقة التهديم على المنحة دي في حاجة عايزة تتلم عنها وهي ترجمة المستندات. بالنسبة للناس اللي هي بتسأل هترجم الاوراق بتاعتي فين? السؤال ده اتسألني كتير شخصيا. اتسأل للتيم اللي معايا وكمان بقرأه دايما على الكومنتات بتاعتكم في الفيديوهات الخاصة بنا. بالنسبة لترجمة الاوراق بكل بساطة حضرتك بتاخد الاوراق بتاعتك وبتروح بيها على اي مكتب ترجمة موجود في المحافظة بتاعتك. ولكن مش اي مكتب ترجمة كده خلاص. لازم مكتب الترجمة ده يكون الختمة بتاعه معتمد. حضرتك بكل بساطة بتسأل الشخص اللي انت هترجم عنده هل الترجمة بتاعتك والختمة بتاعك معتمد ولا لا. بكل بساطة لو الترجمة بتاعته معتمدة هيقولك ايوة الترجمة بتاعتي معتمدة. لو مش معتمدة مش هيقدر يقولك ان هي معتمدة وهي مش معتمدة. لان بكل بساطة لما تيجي تقدم المستندات بتاعتك في جهات رسمية واكتشفوا ان الترجمة دي مش معتمدة. فده بيعمل ضرر لصاحب المكتب او المكان اللي ترجم لك الاوراق بتاعتك. فبكل بساطة ترجمة الاوراق دي بتكون في مكتب ترجمة موجود في المدينة او المحافظة بتاعتك مش محتاج منك ان انت تروح العاصمة بتاعت الدولة بتاعتك او تروح مكان بعيد علشان تترجم الاوراق. وكمان دلوقتي فيه خدمات الترجمة الاونلاين حضرتك بتقدر تتواصل مع اي مكتب ترجمة عن طريق مسلا رقم الواتساب او عن طريق الايميل. وبيترجم لك الاوراق بتاعتك وبيبعتها لك. كده انا حاولت بقدر الامكان ان انا اغطي معاك مشكلة ترجمة الاوراق. يلا بينا نروح للابتوب بتاعنا ونتعرف على تفاصيل ومميزات وشرح طريقة التقديم على المنحة بتاعت النهارده. اهلا بكم يا جماعة ومعاكم ماريو جميل وانت بتشوف الفيديو ده على قناة دكتور المنح. في الفيديو ده هنشرح مع بعض طريقة التقديم على منحة جامعة الموجودة في دولة بريطانيا. وطبعا زي ما احنا ما متعودين قبل ما ابدأ شرح طريقة التقديم خلينا نعرف مع بعض ايه مميزات وتفاصيل المنحة دي. ويا ريت في نهاية الفيديو ما تنساش تدعونا بلايك وتعمل سبسكرايب واشتراك في القناة وتفعل الجرس علشان تتعبئ معنا كل ما يخص المنع. ويا ريت لو تشاير الفيديو هفرح منك انك بتساعد غيرك. هنيجي ننزل مع بعض هنا لتفاصيل المنحة بتاعتنا. زي ما قلنا ان الدولة المستضيفة هي المملكة المتحدة او بريطانيا. الجهة المنحة واسم الجامعة هي جامعة كمان المراحل الدراسية اللي بتغطيها لك المنحة دي هي ويمكن لجميع الطلاب من جميع انحاء العالم ان هما يقدموا على الفرصة دي وكمان جميع الطلاب العربي اللي بيتفرجوا علينا دلوقتي يقدروا يقدموا على الفرصة دي. هتكون قيمة المنحة اللي هما بيبدوها لك ما بين تلات تلاف الى خمس تلاف جنيه ودي قابلة للتجديد. وده بيتوقف طبعا على الاساس الاكاديمي ولو هتسألني ايه معنى هيتوقف على الاساس الاكاديمي? يعني هيتوقف على ادائك في الدراسة من ناحية التقديرات وهكزا. طيب ايه هو اخر معاد للتقديم على المنحة دي? اخر معاد هو واحد وتلاتين يوليو عشرين واحد وعشرين. يعني قدامك وقت كبير جدا انك تقدم على الفرصة دي. ولو انت ما عندك شيء مستندات جاهزة فانت تقدر تجهزها. لان اخر معاد واحد تلاتين يوليو يعني معاك فرصة. طيب ايه هي التخصصات اللي موجودة في المنحة دي? انا هنا كاتب لك جميع التخصصات اللي بتوفرها لك المنحة دي واللي انت تقدر تقدم عليها. بتلاقي هنا اغلبها التخصصات العلمية زي ما انت شايف هنا معايا. طبعا انت لو جيت تدور هنا هتلاقي حاجات تخص الصيدلة. فانت بتقدر تطلع على التخصصات اللي انا كاتبها لك هنا او من خلال او الموقع الرسمي الخاص بالمنحة زي ما احنا هنشوف مع بعض في الشرح. طيب هنيجي مع بعض هنا ننزل لشروط التقديم على المنحة دي. لازم تكون طالب دولي يعني طالب من اي دولة اخرى غير دولة بريطانيا. لو انت في الصف الاخير من الدراسة الجامعية بتاعتك يعني في اخر سنة في الجامعة بتاعتك. فانت بتقدر تقدم على المنحة دي. ولو انت حصلت على درجة بتاعتك يعني خلاص انهي الدراسة المرحلة الجمعية بتاعتك فانت بتقدر تقدم على المنحة دي. هنيجي مع بعض هنا للمستندات المطلوبة منك. اول حاجة هو طالب منك شهادة تخرج وبيان درجات بتاعك ده في حالة ان انت تخرجته بتقدم على المنحة دي. طبعا البيانة الدرجات وشهادة تخرج هيكونوا مترجمين باللغة الانجليزية وكمان متوسقين من الخارجية. طبعا علشان خطر الناس ما تطلق باش. حضرتك بتجيب الاوراق الرسمية بتاعتك. باللغة الاصل يعني باللغة العربية. بعد كده حضرتك بتروح توصقهم من الخارجية. وبعد كده انت بترجمهم الى اللغة الانجليزية. هتيجي هنا تسألني وتقول لي التوصيقات بتاعت الخارجية معمولة على النسخ الاصل مش على الترجمة. هقول لك ان الراجل او المكتب اللي بيترجم لك الاوراق دي بيكتب فيه الاوراق المترجمة ان الاوراق الاصلية بتتضمن الختم كزا وكزا وكزا. علشان الناس اللي بتسأل وبتقول ازاي انا هحط الاختام بتاعتي على الاصل في الترجمة مش هيكون موجود الاختام دي. طبعا لو انت زي ما قلتلك تخرجت فانت بتجيب له شهد التخرج بين الدرجات المرحلة الدراسية الاخيرة وهي الباكيلوريوس. ولكن لو انت لسه في اخر سنة دراسية في الجامعة بتاعتك وعايز تقدم فانت بترفق لهم بيان درجات لاخر سنوات في الدراسة بتاعتك وبتتقدم لهم ان انت في اخر سنة من دراسة الباكيلوريوس. كمان زي ما قلتلك ادي الاوراق هتترجمها باللغة الانجليزية لو هي مش مترجمة باللغة الانجليزية والكلام ده انا جايبه لك من الموقع الرسمي الخاص بالمنحة واللي احنا هنشوفه مع بعض دلوقتي. كمان لو انت ما جانتش اللغة بتاعت الدولة بتاعتك اللغة الانجليزية. وطبيعي ان اللغة بتاعتك مش باللغة الانجليزية لو انت بتتفرج على الفيديو ده. اكيد انت بتتبعنا من دول العربية. فهو بيكون طالب منك شهادة اثبات لغة انجليزية. يعني على سبيل المثال او ايا كانت شهادة اللغة الانجليزية اللي انت هتقدمها له. لان انت اللغة الاصل بتاعتك مش اللغة الانجليزية. كمان لو انت عندك اي وصائق اخرى تدعم بتاعت زي السيرة الزاتية اللي هو او اي شهادات حصلت عليها. فانت بترفقها له في طيب انت ازاي هتقدم على المنحة دي? تقديم على المنحة دي هيتم على خطوتين. اول حاجة انت بتقدم للحصول على قبول جامعي. وبعد كده انت بتملق المنحة. طيب ده كله احنا هنشرحه مع بعض في الفيديو بتاعنا. اول حاجة هنا انت لو جيت تضغط على موقع الرسمي الخاص بالمنحة. هتفتح معك الصفحة دي. بتقدر تيجي من هنا. تطلع على كل حاجة تخص المنحة. زي ما قلت لك واحد وتلاتين يوليو عشرين واحد وعشرين. هم هنا بيقول لك هيساعدوك في الرسوم الدراسية. هم هنا بيقول لك هيساعدوك في الرسوم الدراسية. مدة الدراسة او المنحة بتاعتك هتكون لمدة سنة. هو هنا بيقول لك القيمة من ثلاث تلاف جيني سترليني الى خمس تلاف جيني سترليني. كل حاجة موجودة قدامك هنا زي ما اقولتها不cast. ولكن من على الموقع الرسمي الخاص بالمنحة. وهنا لو انت عايز خاطر الشروط اللي هم حطينها بالنسبة لي المنحة بتاعتهم. طيب هنيجي مع بعض هنا عايزين نقدم على المنحة دي. زي ما قلت لك قبل كده ان انت هتقدم على طلب قبول منفرد. طلب القبول ده انت بتيجي بتضغط هنا بتفتح معك الصفحة دي. طبعا المنحة اللي انا كنت بشرحها مبارح شرحت فيها كل حاجة تخص الخاص بي يو سي اي اس اللي انت بتقدم من خلاله علشان خاطر تحصل على قبول جامعي. ده انا شرحته بالتفصيل في فيديو سابق هكون سايب لك اللينك الخاص بالفيديو ده. موجود في سندول وصف في الديسكريبشن اسفل الفيديو ده. هتلاقي اللينك بتدخل على الفيديو ده بتلاقيين شرح لك طريقة التعديم وملء خاص بي يو سي اس للتعديم على اي جامعة في بريطانيا. علشان ما تكونش الفيديوهات مقررة علشان ما طولش عليك وقت الفيديو. انت هتتابع الشرح علشان خاطر تقدم على القبول الجامعي. طيب انت بعد ما بتقدم على هكبول الجميع وبتدخل على بتاعك بالشكل ده. هنا بيكون في ده اللي احنا هنحتاجه في التعديم على المنحة. يعني حضرتك انت بتملى وبتقدم وبتخلص التعديم هنا. بعد ما بتخلص التعديم هنا على بتاخد حضرتك بتاعك ده بالشكل ده بتاخده بتضغط وبتاخده وبعد كده بتيجي معايا هنا وبتبدأ تفتح خاص بالمنحة. هيفتح معك ده. ده الخاص بالمنحة حضرتك بتيجي هنا بتكتب اسمك انت بتكتب هنا اسمك الرابع وبتختار هنا الدولة بتاعتك. بتيجي هنا في اللي احنا عملنا له هنا بنيجي هنا وبنيجي نضغط وبنضغط على ده بتاعك اللي انت قدمت به على الجامعة. طيب في ناس هنا بتسألني وبتقول لي هل انا اقدم على القبول الجامعة واستنى لما يجي لقبول وبعد كده اقدم على المنحة? لا. انت قدمت على الجامعة خلاص اخدت بتاعك حطيت بتاعك في خاص بالمنحة وبتبدأ تقدم على المنحة عادي جدا. بعد كده هنا انت بتيجي في بتكتب البريد الالكتروني او الايميل الخاص بك. بتيجي هنا في البروجرام وفي بتفتح السهم وبتبدأ تختار المجال اللي انت عايز تدرسه. دي كل التخصصات اللي انا كنت كاتبها لك. هنا موجودة والزبط في الموقع الرسمي الخاص بالمنحة. تبدأ تختار برنامج من البرامج اللي انت عايز تقدم عليها. بعد كده بتيجي هنا بيقول لك اللي انت بتقدم عليها. بتفتح السهم وبتيجي تختار الاختيار الاخير اللي هو اللي هما الطلاب الدوليين اللي هما احنا. بنيجي نختار الاختيار ده بعد كده هنا بيقول لك اكتب له اكتب له خطاب شخصي. انت ليه عايز تقدم على المنحة دي هو هنا بيقول لك انت هنا بتبدأ تتضمن الانجازات الاكاديمية اللي انت حققتها ليه انت عايز تدرس في الجامعة دي ولايه عايز تدرس التخصص ذات تحديدا ايه هي اهدافك فيما بعد ايه هي الخبرات اللي انت عندك وعايز تكتسبها اكتر علشان تفيدك في المستقبل بعد كده بتيجي هنا بتعمل شقة المربع ده وبتعمل صمت وبكده انا اكون خلصت شرح طريقة التعديم على المنحة المقدمة من جامعة في بريطانيا اتمنى ان الشرح كان واضح وبسيط ولو لسه عندك اي سوالة يصف صار ممكن تسيبه في كومنتات واحنا هرد عليه ريت في نهاية الفيديو ما تنساش تدعمنا بلايك تعمل سبسكراب واشتراك في القناة وتفعل الجرس علشان تتابع معنا كل ما يخص المنح وشكرا